بكل تأكيد كلنا بنمر بلحظات غضب بتكون بقى إن كانت نتجة عن تصرفات أو مواقف معين أياً كان يعني بس يمكن طريقتنا لإدارة هذا الغضب مختلفة في ناس بتفضل إنها تكتم في نفسها ومش حابة تتكلم عن الغضب أو حتى تنفس عن الغضب اللي جواها في ناس تانية لأ ثانية بثانية الحقيقة بتطلع الغضب ده على نفسها وعلى حواليها وبيبقى الموضوع شوية يعني خلينا نقول مقلق للناس اللي حواليين هذا الشخص تأثير التعامل مع الغضب أو إدارة الغضب المفروض تكون عاملة إزاي الغضب ده بيؤثر على الإنسان بشكل عام إزاي خاصة كمان لو كان مثلا رب أسرة متجوز عايش وسط ناس كتير إزاي ده بيؤثر كمان وبينعاكس على الأسرة صحيح دي أسئلة كتير أنت قلتها ويمكن وإحنا بنستقبل يعني شهر الكريم كل سنة وحركه طيبين حابين نفهم الكلام ده وحابين يعني نقرأ العلم أو طب النفسي يتكلم إزاي في الغضب في الكاظمين الغيظ والعافينة عن الناس وفي الناس اللي هي بتقول والله أنا اللي على قلبي على لساني فبتأذي الناس اللي حواليه وإزاي ده ممكن يسبب طاقة سلبية في البيت وإزاي ممكن يأثر على أطفال وممكن يأثر على محيط العمل وصحبتنا الدكتور علي عبد الرضي استشارة الصحة النفسية عشان يكلمنا عن ألوان وأنواع الغضب قبل بداية الشهر الكريم أهلا بيك يا دكتور ومنورنا أهلا سهلا بيك وكل أستاذنا متابعين أهلا ببعرك حابين نصنف الغضب لو عايزين نعرف مقامات الغضب طيب أولا تحياتي ليك وفعلا هو من المشاعر وبالنسبة يا جماعة لازم نفهم أن الغضب مشاعر زيها زي مشاعر الحزن زيها زي مشاعر الفرحة فهو لون من أنوان المشاعر اللي موجودة معاك وانت لازم تأخد بالك منها والأصل فيها توظفها ازاي لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوي فيه معنى الحديث الذي يملك نفسه عند الغضب فمعنى كده أنه ما نهاش الغضب ولكن أنك يكون عندك فرامل لإدارة الغضب عندك قدرة لتحكم الغضب والغضب هو سلوك بيظهر لما أنت بتحس بتحس أو بتشعر أنك بتفتقد حق من حقوقك تمام؟ أو أن فيه حاجات من الحاجات اللي عندك المهمة جدا هتروح منك أو تختفي منك طيب أو حتى بتدافع بيه عن الهجمات الشخصية ولكن احنا وظفنا المشاعر دي في المكان الغلط بمعنى أنه ممكن يكون ردة فعلنا الغضب غير مساوية بالمرة الموقف نفسه مبالغ فيها مبالغ فيها فبالتالي موقف سهل جدا موقف بسيط جدا على سبيل المثال أنا في مواصلة عامة ففي حد بدون أصد عمل أي احتكاج أو سطو عالي شوية فأنا انفعلت فمن الواضح أن أنا هنا بفرق غضبي بس مش في محله مجرد أنك إنت عارف أن هتنزل المحطة اللي جاية فمش مستدعي خالص الاحتكاج أو الموقف ده فلذلك لما نيجي ندرب الناس على إدارة الغضب بنقوله أهم حاجة أنت عارف دواير العلاقات ولا معرفهاش يعني العلاقات فيها لها دواير فبالتالي أنا الدارة الأولى اللي فيها الناس المقربين ما ينفعش أنفعل عليهم بالغضب لأن ده بيخليني أخسرهم وهم باختصار النسل الأرايب يعني دايما العشامية جاية معهم قوي فبالتالي لازم أحط حد الجزئية دي الناحية التانية كمان الزملاء العمل اللي بيفرضنا بينهم قوانين وعلاقات دبلوماسية فما ينفعش أخسرهم علشان ما يكونش خارج منظومة العمل وغير ده كله إدارتك للغضب اللي أنت بأخرها بقى لك كتير جدا محتاج دلوقتي دلوقتي من خلال منصة الصباح على خلال مصر كم مرة خسرت بسبب الغضب تعالي نقول لكم قصة بسيطة جدا جدا في مرة واحد يعني كان سريع الغضب جدا فبالتالي كان عندهم جنينة فأول ده قال له كل ما تغضب تجيب مصمار تدق مصمار في هذا الصور تمام فابتدع كل يوم أول يوم عمل سبعين مصمار ده قوم على هذا الجدار تاليتي يوم تدعي إلي أنه بتدعب أنه هيدق مصمار في الصور ده متعب جدا جدا رابع يوم لغاية مفترة كده قال له أنا مش هدق مصمار تاني طيب خلاص يعني ما فيش غضب تاني قال له شيل المسامير دي فابتدع يشيل المسامير كل مرة كان بيكزم ويفرمل فيها الغضب بتاعه قال له أنا خلاص ما قدرت أتحكم جدا قال له تعالى شوف كم خرم وكم ثقوب أحنا بوزنا به الجدار بتاع المنزل بتاعنا في بالتالي أنت ممكن تكون فعلا بطلت تغضب لكن فعلا العلاقات المهمة جدا أنت عملت فيها ثقوب وشرختها وجرحتها فمن الواضح أن عدم إدارتنا الغضب بيأثر سلبيا على علاقتنا مش بس كده كمان حتى دايما تكون في حالة غضب زيادة جدا أو رقم واحد بيأثر على حالة الجسمية وبنسميها الأمراض السايكوثوماتيك عزيزي المتابع صباح الخير خلينا أقول لك على الحاجة ببئمة جدا القانون العصبي سببه غضب مكبوت أنت مش عارف تعبر عنه وخلينا أقول لكم بعد شوية إيه هي التعبير الصح للغضب رقم اتنين السكر المفاجئ أو السكر المبكر أو ما كانش في مرض سكرية موجود في البيت عندكم فده من الواضح أنك أنت عديد بنوبات غضب ما قدرتش تتحكم فيها النحية الثانية كمان الضغط العالي أو الضغط المنخفض طبعا ارتفاع الضغط الدم مشاكل الزبحات صدرية ومشاكل الجلطات ومشاكل النزيف اللي بيحصل لديناس كتيرة جدا أو حتى أن علاقاتك بتبدأ تتكسر مع اللي حواليك وبتبدأ تسوق علاقاتك حواليك أو أنك ما يبقاش عندك قدرة على التفكير الجيد علشان تحلي المشكلة نفسها أحنا عارفين أنك بتكون فيه مشكلة وأن فيه ضغوط حياتية بس هي مش بتتحلي بالغضب رغم أن الغضب أحيانا بيكون فعلا ضروري لحل بعض الأزمات يعني فيه أزمة معينة أنت الأزمة دي عايز تحرك فريق العمل بتاعك فأنت من جوا تكون هادي وتظهر أنك أنت تحت نرفازة أو أن نوع التحميس أو التشجيع بتحفزهم شوية علشان بتنقولهم شعور أننا داخلين على الأزمة فلازم تدير الأزمة دي بطريقة ما وبياخد موقف أو أكشنز كويس جدا فيبدأ يدر دا ما فيش فيه مشكلة لكن ترى نتكلم عن الشخص الغاضب بالفعل تنفيذ عن الغضب الصحية إزاي لأنه طول الوقت كمان أحيانا بيبقى محتاجين برضو نتخرج غضبنا يعني إحنا ببني قدمين أكيد فلازم في مرة على الأقل ننفس عن الغضب دا طريقة الصحية للتعبير عن الغضب حلو جدا خلينا أقولك حاجات مهمة جدا تبعد عنها لو أنت شخص غضب وما يخداش حجة لما أقول كتم الغضب كتم الغضب دا طريقة سلبية فما تقولش آه الدكتور قال في صباح الخير يا مصر كتم الغضب دا طريقة سلبية وأنك تعبر عن غضبك لكن الطريقة الصحية للتعبير عن الغضب وبيساعد أن يبقى عندك فرامل فرامل ما هو ما ينفعش يا جماعة الغضب يبقى عامل زي العربية الفراري وأنا يبقى فرامل بسكريت دا غير منطقي فلازم أبدأ أتحكم فيه وأنا اللي بوظفه علشان أن يقودني للعملية الصحيحة هنا والآن لازم تاخد بالك أن التعبير الجيد واستخدام الألفاظ الجيدة في نوبات الغضب وده لازم تفكر له من دلوقتي قبل ما تروح للغضب قبل ما تفكر أنك تغضب وإنت قاعد في البيت كده وبتتخيل موقف وبترسم سيناريو معين ما هو الغضب دا بيكون عبارة عن إيه تلكمات تفكيرية أنت عمل تفكر تفكر كل شوية فلان عمل لي موقف ما فأنا هرد عليه بكذا وهرد عليه بكذا ولو أتكرر الموقف ومش بس كده هحاول أنكشه بشح النفس بشح النفسي الشحن السلبي دا فتيجي تروح مفرغ فيه الطاقة السلبية دي أو الطاقة الغضب دي فهتلاقي أنه هو ممكن يكون نفس الموقف القديم أنت اختلقت موقف جديد وأخدت عليه أكشن فساعتها هو الموقف ما كانش مستدعي هو ما شافش أنه أنت بتفكر وبتجاهزه من بالليل أو قبلها بسبوع فلذلك يا جماعة دي هنا حتة مهمة جدا المقربين حوالينا خدوا بالكم أننا على أيام رمضان الفتنة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فبالتالي موقف حصل مع شخص معين ما تحاولش أنك إنت تبرر أو تفتن أو تقول أو تشحنه لأنه هو فيه بما فيه يكفيه فبالتالي ما تحاولش أنك تسير غضبه فأفضل طريقة لإدارة الغضب والتعابير عن الغضب عشان تكون طريقة صحية جدا بيسميها التعبير المباشر والصريح بهدوء آه ممكن تكون حازم في بعض الكلمات عشان توضحها له وتوضح له أنت خطأت في إيه وإيه المفروض الليك تعمله وده مهم جدا والتعبير الحازم الصريح الوضح هو دليل نمو عقل ونمو تفكير ودليلنا كنت بتعرف تدير غضب وده مهم جدا صحيح فيه ترند كده بيطلع عبر رمضان دايما بيبقى مصاحب لأغنية رمضان في مصر حاجة تانية بتاعة الفنان حسين الجسم عدد من الفيديوهات على السوشيال ميديا لا تتوقع أكيد حضرتك فاهم أنا بتكلم فيه صحية الناس اللي بنشوفها غضبانة وبتمنع علينا أنها صايمة أنا مالي يعني مش عايز تصوم ما تصومش بس ما تقزيش اللي حواليك نحتويهم إزاي طيب يعني اللي زي ده يعني لما بيصوم هو مش بيقزي اللي حوالي ده بيقزي مجتمع وكل صحيح بتشوفه بينزل من الشارع أنا ببقى ماشي في الشارع فتنة فتنة حقيقية زي ما حراك قلت كده صحيح واحد كسر على حد وينزل يعمل تلاقي طبيس قدامك شايط عشان واحد بيزعق فيه وأكمن الحالات نعمل معهم إيه دول عزيزي المواطن ما تبصش على نفسك بعيون الآخرين ما ينفعش طول الوقت أنا بقنع نفسي إن أصحابي قالولي إن أنا سريع الغضب وإني أنا مفعالي وإن أنا صوت عالي فأسدق الفكرة دي شوف نفسك بعيون نفسك شوف نفسك بمقدار حقيقي يعني خلى عندك رؤية أوه بس دي مشكلة يا دكتور لأنه ممكن يكون هو فعلا سريع الغضب و هو شايف إنه هو هادي يعني ما هو برضو وفيه ناس ما بتعرفش تحكم على نفسها صح؟ صحيح فلذلك لازم تاخد قضعات إيجابية بقى منين جزئية النقطة التانية منين بقى؟ نفسي أنا بفكر نفسي إن أنا عندي خدرة على التحكم للغضب وإني أنا أول ما بتوتر وضربات قلبي بتزيد وأتعرق وأبدأ أقول كلام بسرعة وأبدأ أقول ألفاظ ما ينفعش تتقال وأبدأ أجرح في الناس وأبدأ أنفعل أو ضغط يعلى وساعتها ده مؤشر مهم جدا أنا الشخص اللي كسر علي ونساي أنا ما عرفوش هو عنده نية إيجابية إن هو عايز أوصل مشواري وأنا عايز كمان أوصل مشواري هو متنرفز إنك مسك الموبايل مسك أنت شايف إنها حاجة تفقى صحيح جالي مكالمة بتاع وهو بستعجل أو هو يعني يبدو إنه هو مستعجل صحيح أتعامل معاهز زينا هو رقم معاهز كتلة الغضب جمرة الغضب دي أتعامل معاهز زينا أولاً لازم تشكت تفكيرك عنه ما تاخدش بالك منه حاول تعمل كده حاول تعمل كده وفتكر إنه دايماً منسميه تفتكر ماذا بعد هو أنا لو قلت له أو أشرت لي أو كلمته بطريقة سخيفة أنا برضو هخسر هخسر صيامي ما حفزش على صيامي هو كمان هيبدأ يعني وإحنا عندنا النرف العندي ده ورسينه من الطفولة ما حاولناش نتخلص منه العندي ده يعني ده المكسب اللي أخدناه من الطفولة فقط ما أخدناش برائط الطفولة ولا التسامح ولا محبة الطفولة واخدين بس معنا العندي وطلعين به فبالتالي هيعنيت معايا فبالتالي ممكن بنظرة بسيطة جداً أو بإشارة بسيطة حقك على الدد بالضبط والطريقة نفسها زي ما أنت قلت كده فيها نوع من التسامح فيها نوع من المحبة واحدة من الحاجات اللي بتطفي الغضب لكل الناس الغضبين التسامح والمحبة وإنك فعلاً توصله المعلومة بتسامح والمحبة وتكون قاصل تعمله كده وما تطولش على فكرة لأن في ناس كتيرة جداً هي محتاجة لو طولت شوية معاها في النصيحة أو الإرشاد هيبدأ ينفعل عليك فأنت تقولها بسرعة وتكمل مشوارك ما توقفش ليه لأنك ممكن الشخص ده أنا هنا بتكلم عن ناس من الدائرة الرابعة في العلاقات اللي أنت ممكن تشوفهم مرة في حياتك وملك ومتشوفهم شو مرة تاني فما تخسرش من وقتك ما تخسرش من مجهودك وتستنفز طاقتك في إن أنا هخضب وضغطي ممكن يعلى وممكن هخسر صيامي وممكن أنفعل وممكن في الأخير هو ما يسويش المجهود من الإنفعال ده ساعتها لما حتى حد من الناس العادية يقولك يعني أنت حد ما شاء الله شيك كده وهنسم ومحافظ على صيامك وهو حد كان مهموم أو زعلان شوية أنا مش بفرق بين الطبقات الناس بس هو من الشكل العام والمبارسات العامة هيتقال أنه لا أنت متعملش راسك براسه زي ما بيقوله الكلمة دي موغني دكتور برضو موضوع الليد فيه طرفين فيه طرف الشخص الغاضب فيه طرف المخضوب عليه احنا تكلمنا عن الغاضب التعامل من قبل الشخص اللي بالفعل اللي بيلقى عليه كم هذا الغضب التعامل يكون إزاي خاصة أنه فيه ناس كتير جدا من الشخصيات اللي يمكن غضبها سريع طول الوقت بتلقي باللوم على الشخص اللي قدامها أنت السبب دي حاجة تاني حاجة أنت عارف أن أنا عصبي تالت حاجة ما تتكلمش وأنا متعصب رابع حاجة أنت عملت وعملت 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 وفي نفس الوقت الشخص اللي قدامه برضو مضطر يحتمل ممكن يحتمل مرة واثنين وهي التالتة مش هيقدر يحتمل صحيح فالتعامل إزاي أثناء الغضب أثناء ممارسة الغضب ده وحتى فيما بعد طيب خلينا نتكلم عن الجزئية دي ناخدها للأول في البيت الأسرة الأسرة احنا مضطرين نستحمل بعض وللأسف الكلمة دي المضطرين نستحمل بعض دي غلط جدا المفروض احنا عندنا قواعد للتفاهم والتعاون مع بعض أنا عارفة زوجي بيغضب من إيه أو بيزعل من إيه أو أنه بيتلكيكلي عشان يتنرفز ويصوته يعلى فأبعد عن هذه المنطقة خالص على سبيل المثال الزوج مثلا بعد عودته من المنزل بيبقى فيه شوية تركمات وشوية هموم فبالتالي لازم أسيبه شوية مع نفسه هو يفلطر التنقة بتاعته ويهدى شوية وأبدأ أتكلم وأتحور معاه الجزئية التانية أولادي أولاد وقت كتير جدا أولاد في سن المراهقة هو محتاج وقت خاص به هو محتاج وقت يحس به بنفسه ومحتاج أنه يكون مع نفسه شوية محتاج كمان هو يتكلم ويتحور معانا فلما بيتحور معانا بينزل شوية من منظومة الغضب دي أنت كأم وطبعا أنت بتحمل المسئولية كاملة مكملة أنك أنت شهية للبيت يعني ومضغوطة شوية فأكيد لازم تعبر عن غضبها تعبيرها عن الغضب بيبقى في صورة إرشادات وإن هي يعني السلطة الفوقية في البيت وده حقها هي بتحافظ على نظام البيت وإدارة البيت فده حقها فمحتاجين شوية مرونة في التعامل إننا حنستحمل بعض وإن خلاص حندخلينه على شهر رمضان وهو فبالتالي الحاجات اللي بتغضبنا أول أيام نبدأ نتلاشاها نبعد عنها شوية يبقى فيه مرونة في الطلبات ده يساعدنا أوي وناخد فكرة إيجابية هنقول دلوقتي حالا أني أنا السنة دي أكتر هدوءا رغم أني آه فيه ظروف لكن السنة دي أكتر هدوءا أحنا تعلمنا من التجربة الماضية دايما كل تجربة صادر وفيه كورسز موجودة برضا يا دكتور لو حد حابب يستفيد بيها في الإنجر ماناجمنت أو إدارة الغضب هي موجودة وبشكل عام أعتقد فكرة أنه لما يكون فيه شخص تائر قدامك مش هيفيد أبدا أن أنت تجادل أو تناقش مع أحد أين كان موقفك أين كان الموقف اللي هتاخده كرد فعل ممكن تعمله من غير ما تتكلم يعني سيب الموقف زي ما هو بعد كده تصرف أين كان وزي ما أنت قلت وممكن ترحيل برضو بعض المواقف ده مفيد جدا طبعا خلينا نقول أني فيه شوية حاجات مهمة جدا لازم نعملها للأشخاص الغاضبين أو حتى اللي مش غاضبين يبقى فيه حوار شرب المياه مهم جدا المشي الرياضي مهم جدا التخيل والتأمل من الحاجات المهم جدا وعيك بنفسك وباللي حواليك ده مهم جدا خلينا نشوف نتيجة ده هتبقى عاملة إزاي في شهر رمضان ونتمنى لكل الغاضبين مساحة أمينة ليهم تبعد يعني بشرارها عن المحيطين الناس التانية ملهاش زم لو أنت صايم فدي حاجة لنفسك لكن ما تمنش على الآخرين إنك أنت صايم وتظهر ضيقك من هذا الصوم فإنك تصب عليهم يعني موجات من ارتفاع الصوت والتحديق وتحس بكده بنوع من أنواع الكهرباء الزادة في شوارع مصر وخصا في الأيام الأولى من السهم شكرا لك دكتور دكتور علي عبدالرديو تشاري صحة نفسية نورتنا وشرفتنا في سوريا صباحة الكريمة تحياتي لي شكرا